نروح لمقار الهيئة الوطنية للانتخابات ومراسلنا محمود جميل أهلا بك شازلي وبكل أصدر المشاهدين لازلنا نتابع معكم من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية ومتابعة أيضا الهيئة لكل الإجراءات الانتخابية في المحافظات المختلفة غرفة العمليات التي نتواجد بها يترأسها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات تم التواصل مع رؤساء اللجان العامة البالغ عددها 376 لجنة عامة في 27 محافظة تم التواصل مع المستشارين ورؤساء هذه اللجان للتأكد من سير العملية الانتخابية أولا تم التأكد من فتح جميع اللجان في مواعيدها في التاسعة صباحا باستثناء لجنة واحدة في قسم العياض في الجيزة نظرا لاختلاف الموقع الجغرافي للسيد المستشار المشرف على هذه اللجنة ولكن تم فتحها والتعامل معها فور فتح هذه اللجنة وأيضا تم التواصل على الكثافات الموجودة تم التأكيد من قبل رؤساء اللجان أن هناك كثافة في عدد من اللجان خاصة في شمال القاهرة هناك عدد من الكثافات الموجودة في بعض اللجان تم التواصل أيضا والتأكيد والتنصيق مع مدريات الأمن فيما يتعلق بتنظيم وتنصيق هذه العدد الكثيفة وأكد المستشار أحمد بن داري أيضا على تقديم كل الدعم للجان المختلفة التي تشهد مزيد من الكثافات وأيضا تقديم كل الدعم للسادة رؤساء اللجان في المحافظات المختلفة تم التأكيد أيضا على أن هناك كثافة في لجان الوافدين وتحديدا نتحدث عن قسم أول شرم الشيخ هذه المحافظة التي تشهد عدد كبير من الوافدين ومن المحافظات المختلفة هناك كثافة في لجان الوافدين في شرم الشيخ نتحدث على أن جنوب سينا بها 15 لجنة من الوافدين من إجمالي 361 لجنة للوافدين على مستوى المحافظات فهذه اللجان أيضا بها كثافة كبيرة تم التأكيد أيضا من قبل المستشار أحمد بنداري لكل رؤساء اللجان بالسماح لكل من يحمل تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات سواء من المنظمات المحلية أو الدولية أو حتى وسائل الإعلام المختلفة بضرورة متابعة الانتخابات وسير العملية الانتخابية والسماح لكل من يحمل هذه التصريح بمتابعة وتغطية العملية الانتخابية تعلمون أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت ما يقرب من 15 أو 14 تصريح للمنظمات المحلية بالإضافة لما يقرب من 528 تصريح للبعثات الدولية أو للمتابعين الدوليين والسماح أيضا لممثلي السفرات وأيضا البعثات المعتمدة داخل مصر بمتابعة سيرة العملية الانتخابية وأيضا تم التأكيد على السماح لهم بمتابعة هذه اللجان التأكيد أيضا على أن أغلب اللجان تشهد كثافة في اليوم الأول وحتى هذه الساعة وحتى هذه اللحظات والهيئة الوطنية تتابع على مدار الساعة كل ما هو جديد وتتواصل مع رؤساء اللجان العامة لتذليل أي عقبات أمام الناخبين أو حتى تقديم مزيد من الدعم أو إذا كان هناك أي مشكلة يتم حالها لكن حتى الآن لم يتم رصد أي مشاكل تعوق سيرة العملية الانتخابية وأيضا هناك عمل كما ترون من خلف عدد كبير من أعضاء الهيئة الوطنية يتابعون من خلال الأجهزة الإلكترونية ومن خلال أيضا الفيديو كونفرنس والتواصل مع كل رؤساء اللجان في المحافظات المختلفة للوقوف على سيرة العملية الانتخابية إذن بشكل عام هناك كثافة في أغلب اللجان وفي أغلب المحافظات هناك كثافة أيضا على اللجان الوافدين وأيضا يتم تقديم كل الدعم والتسهيلات لرؤساء اللجان المختلفة لتتم عملية التصوير يا محمود هنكون معاك طبعا لحظة بلحظة من داخل غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وليشوفنا بيؤكد أن الخطط موضوعة وأيضا الخطط البديلة للتعامل مع أي تكدسات أو أي أمر طارق موجود شكرا جزيلا مرسلنا محمود جميل من الهيئة الوطنية للانتخابات